اهلا وسهلا بحضراتكم افريقيا المؤهلة الأوليبيات توكيو ومصر بتستطيف هذه البطولة خلال الفترة القادمة وهذه المرحلة السنية تحديدا كابتن محمد اليماني عاش فيها فترات طويلة جدا وكان ليه خبرات كبيرة في هذا المجال عشان كده النهاردة وبينوارنا وبينشرفنا وصعداء بوجودنا النهاردة معاه وانا على المستوى الشخصي سعيد النهاردة باول لقاء لي مع الكابتن محمد اليماني كابتن يماني بنوار الدنيا واهلا بك في قناة الاهلي مرسي جدا ربنا خليك محمد دانورا كنتا وانا خصوص جدا برضو بالخوة الأول معاك الله يخليك تحب نبدأ منين؟ نبدأ من معسكر الآل في الإمارات والمكاسب الفنية للفريد في التوقيت الحالي ولا نتكلم عن التصفيات الإفريقية لا نبدأ منتخب ونخلي النهاردة في الآخر نختب النهاردة بتاعه الحياة نختب النهاردة خير الختاب طيب اوكي أولا منتخب مصر أولمبي عنده تصفيات إفريقية كنت تنشوي غريبه الجهاز الفني بقى له فترة بيستعد لهذه البطولة والبطولة دي بالتأكيد هو الهدف الأساسي اللي انت بتشتغل عليه من حوالي سنة أو سنتين بالضبط اللي انت تصل لهذه المرحلة ومش فكرة التأهل لأولمبياد توكيو تكون متواجد ضمن المركز الثلاثة الأولى عشان يبقى التأهل مباشرة إلى الأولمبياد القدم شايف من الاستعدادات إزاي وشايف الجهاز الفني يشتغل إزاي تزيلة الفترة الماضية وده المفوض أن الهدف ده يبقى يكون هدف عندك إنك توصل للمركز الأول أو الثاني أو الثالث حاليا ناخد استيب باستيب يعني حاليا عزي نوصل لتوكيو بس الأول يعني نخلص البطولة هنا على خير إن شاء الله ونحاول نفوز بالبطولة طبعا يعني أنت بتلعب في أرضك فوزة جمهورك فده دافع كبير ليج الجمهور بتديك دافع طبعا وممكن يبقى تلاحظوا حدين يعني بس لو انت بدأت غلط إن شاء الله طبعا نبدأ صح يعني مع كبتشاو غريب كبتشاو غريب بدأ فترة أداء كويسة عمل فترة أداء في أمريكا وماتشاط في أمريكا مع أمريكا وجنوب أفريكا وأسباكستان والسعودية ونهاب جنوب أفريكا بس النهاية ما كانتش لزيزة يعني النهاية كانت غير مرضية للجمهور طريقة اللعب ما أجبتش ناس كتير من الجمهور وبتاع مع أن انت معك مجموعة من اللعبين كل لعب يعني فريق لوحده يعني كل لعب نجم فريقته معنى نجم فريقته اللي هو يعني رقم واحد فريقته أو هو يعني النجم الأوحد فريقته أو اللعيب اللي دايما بتساعد فريقته على الفوز فالتيم آخر مرة في جنوب أفريكا ما زهرش بمستوى يعني ما طمنش الناس بس طبعا أنا متأكد ووصل في كبتشاو غريب إنه في بداية البطولة لا يعني هو بيعرف ياخد كل حاجة من اللعيبة بتاعته بيعرف أتعامل معهم كويس جدا خارج الملعب وداخل الملعب وإن شاء الله يعني يظهروا بمستوى كويس ونتأهل في البطولة دي بإذن الله طيب شايف المستوى الفني للبطولة بشكل عام أو المجموعة اللي فيها منتخب مصر معانا مالي لكاميرون غانا مستوى الفني قوي أعتقد بذلك في المرحلة السنية دي قوي جدا منتخب مالي أصلا ده منتخب أول أساسا يعني مش منتخب علمبي المنتخب اللعب دي كلها منتخب أول يعني كاميرون أو غانا أو مالي بس مالي خصوصا يعني أكتر آه يعني بيضم مجموعة كويسة من اللعبين ولعبين بتحترف دولة أوروبية كبيرة وبرضو نفس الكصة كاميرون غانا بس أفضلهم مالي يمكن ده الفرقة يعني أكتر فرقة متخوف منها والبطولة زي ما نقول يعني بطولة قوية جدا مفيش فرقة دلتي ضعيفة في أفريقيا لأن كل أفريقيا محترفين أغلبهم محترفين وإحنا أعملنا كبير في ربنا ثم اللعيبة طبعا إحنا لو عدنا من المجموعة دي يعني أنا متوقع إحنا أن نوصل لنهاية البطولة إن شاء الله طيب سبع لك قبل كده وإنت مع منتخب الشباب خدتوا المدالة البرونزية والبطولة دي كانت بطولة استثنائية سنة 2001 في الأرجنتين تحديدا شايف المستوى أو إيه الاختلاف اللي حصل بين الجيل بتاعك والأجيال الموجودة حاليا لأ بس التيم بتاعنا كانت تيم حلو قوي إحنا أول حاجة خدنا البرونزية في أسيوبيا اللي هي سعاد نبيا كاس عالم التيم بتاعنا كنا لعيبة كرة تحسنها من كاملين بعض يعني أنا مثلا وجمال حمزة ورداش حاتة وجمال وقل شيتوس وحسام غالي وبالضوط ومحمد شوقي ومحمود محمود وراء والعتراوي وحسين أمين وحمد ابن سلم وأبو المجدو مصطفى وعب واحد كان بينزل وعادر مصطفى كان موجود وكان محمد محسن أبو جلشة موجود وأحمد الجمل فيه فيه لعيبة كتير كتير كتن موجودة برضو فتيم كان حلو قوي وإحنا أصلا كنا بحب بعض بعيد عن الكورة إمكاننا كنت بوقساتها المحترف لا أنا وميدو كنا نتنين المحترفين والواحدين في الفرقة بس إحنا كنا بتعامل عادي ما فيش حد فينا كان حسس بنفسه ولا أي حاجة تموت خير لي يعني أنا صاحبكو بتاعب السنة مثلا يعني أنا حتى في الكورة عالي بس عمري ما تتعامل بكده معك فبنحب بعض عكس الوقت الحالي اللوقتي اللوقتي بس مجرد متلعب لك مطشين كده ولا حاجة بس وتتعرف تقس أنك ماشي خلاص في الشارع فطبعا فرق فرق الثقافة بين أيامنا والأيام دي الأيام دي يعني الله يكون فرقون الناس بصراحة الأيام دي غريبة شوية فأيامنا كانت حلوة شوية كانت في الناس طيبة مستوى البطولة أو مستوى المنتخبات الناشئين والشباب في المرحلة دي بقى أقوى دلوقتي ولا زمان كان أقوى دلوقتي أقوى طبعا دلوقتي المستوى أعلى أعلى بكتير لأنه دلوقتي في الاحتراف بقى فين فتاح في الاحتراف في كل دول أفريقيا يعني على أيام نحن ممكن كان بيحترف واحد أو اثنين ده كده حاجة يعني استثنائية إنما دلوقتي ممكن تلعب فرق كلها محترفين يعني إحنا وإحنا في الأرجنتين إحنا لعبنا مثلا فريق أرجنتين كان في سافيولا ساعتها كان رايح برشلونة كان بيلعف بوكات جورنيو حاجة حاجة غريبة يعني حاجة قداما كده جميلة كان روبين بيلعف في هولندا روبين من أحسن لايبة في العالم بعد كده لا شوال لايبت أنت هولندا بدورة ستتاشر واحد وانا أحرص الهدف التاني كانت مبراحل وجدا المنتخدنا كان كويس في البطولة دي يمكن إحنا بدأنا البطولة تعديلنا مع جمايكا سفر سفر وانا ضيعت أهدف كتير أوي بعد كده مباراة لأرجنتين أول خامر زائق واحد سفر لينا بعد كده تلت أشر دقيق تلتة واحد ليهم خلص السبع واحد خلص السبع واحد بس أنت متخيل سبع واحد وكبتل شاء ويطلعك بالمدة إزاي بقى حصل إزاي ما خرجنا في اليوم ده بالليل وبتاع روحنا روحنا مطعم تعشينا مع بعض وعدنا شوية وسمعنا شوية أغاني وبتاع تبعني من جو خالص بتاع الماتش خالص مركزناش في الماتش خالص واللي خلاننا كماما لساعتها ما كانش فيه إنترنت ولا ميديا سوشيال ولا عندك بقى فهم أي حد في الشارع يبقى تبقى قاتلة بالضبط جمهور بقى يقولك انت مش عارف هي ويتديك كلماتين فهم لو ما تنامش لا فالحمد الله كنا أصلا بعيد عن أي حاجة وكساتها عشان تتكلم دولي الموبايل ما كانش دولي ساعتها تخش بقى الكابينة وبتاع الحوارات فالحمد الله فهم أول حاجة أول حاجة أول حاجة أتكلم عن محمد اليماني اليماني فين حاليا اليماني أنا بطلت كورا مصلا كان عن 30 سنة أنا عن 37 حاليا دخلت في تدريب على طول بعدها بسنة يعني روح تدربت وفادي رجلة قعدت حوالي 8 سنين هناك أو 7 سنين لاً سنة قعدت من ما يشgoing سنين مسلا في دجلة وبعد كده السنة اللي فاتت كنت في النجوم وحالياً كنت لسه صعبين مصر والتأمين أنا كبتن أقرب عام مجيد هو مديرو فني كنت أول سنة الشاشة هي مدرب عام طبعاً مع شخصات محترام although كان كبتن أقرب عام مجيد رجل محترام جداً وكانت أول تجربة ل�bus مع فرق في الكبار هي درجة ثلثة فريق كبير. فريق الأول. فإحنا كنا بشيء كويس جدا يعني الحمد لله يعني بس يمكن تعديلنا او ماتش وخسرنا اتاني ماتش وكسرنا اتاني ماتشين. بس الكابتين أصروا ان احنا نمشي بعد اتاني ماتش اللي هو هكسبناه. عشان المناخ مكانش يعني ببقاش صحي بعد كده. تفاهم الناس بتحاربك وكده فاول راجل بصراحة فضل لحنا نمشي. بس والناس محتراوين هناك في النادي يفيش اي مشاكل بيننا وبينهم الحمد لله مشينا. حاط بتاعتي خالص. بحب الملعب وتدريب بتاع وممكن تسويق لعبين كمان. يعني دي دي برضو يعني حبيبها اوي بحبت راجع لعبها كويس اوي. ونفيدهم يعني افيدهم مش بمعنى مش عايز مصلحة من وراهم اوي يعني اكتر من انا فيدهم ما خليهم احترفوا ويحسوا بنفس الجو اللي انا عيشته. ان اللي يعيش الجو بتاع الاحتراف ده ما مش مش يعني يتمنى عيش كل شوية. حاسسوا انت محترف والظروف اللي حصلت والحادثة حاجات دي كان لها سبب رئيسي في انت كنت ماشي بشكل كويس جدا وكنت رايح لمستقبل كبير اوي. علي وفي وكده. اه. بص انا مش نادمانة على حاجة زي دي بس اكيد بتفكر فيها. بعد ما بتفرج على العبه اللي في الوقت الحالي واللعبه اللي هي يعني ككورة مش عالية اوي. وماشاء الله الارقام مصلة عالية ارقام يعني ارقام كبير اوي. فبطول ده على كده احنا كنا بالنسبة لهم كريستيان وميسيو. لا كنا لعيبة كورة احنا بس احنا كنش بنفكر في المادة اوي كده. بس كان لازم نفكر في المادة بصراحة. لنهاية دي مستقبل. انت بص انا مسلا حصل لي زار في المسلا. كان لازم اكون فكر في المادة عشان اكون عامل نفسي حاجة على جنب. نعم دلوقتي اللي بعمله ده صح. مش قول غلط. بس بتكلم في كورة. انت لق مش يعني يعني لعيبة دلوقتي من زي بتوع زمان. احنا كنا لعيبة دلقاء اوي يعني. مش مش بتكلم على يماني. يعني مثلا عندك حسام غالي. كان لعيب بصراحة بالنسبة لنا من احسن لعيبة في مصر. جمال حمزة احرى في واحد شفت بلعب كورة. في مصر هنا. جمال. وقال شيتوس لعيب كويس. لعيب كويس قوي. محمد محسن ابو جريشا. اللي بدي مش عايز انسى حد محمد لعب واحد. بلعب وخلى لي يرسل بجي كيس عد لممتاز بعد ما كان في ممتاز به. باللي ورا برضو محمود محمود زمالك. اعتراوي. احمد المجموعة كلها ابو مجد. احمد شوق. فانا بتكلم. كان فيه كورة. بس كانت الاسعار ايه ساعتها. كان سنتا من الاسامة اللي اتقالت انت رايح عندها كبيرة. انا فاكر بانتونتو الارجنتين ده حديدا. انا بس انا كنت اصلا محترف في استنداليجي فلجيكا. كان نادي كبير. كانت نادي كبير وكان اول واحد اتكلم عليا كان الفنان احمد سقا. هو اتكلم عليا وقالك فيه الارجنتين. عملت بطولة طبعا ربنا كنكرمني يعني توفيق فوق العادي. وربنا قرمني احرص اربع هداف وكنت مستوي عالي جدا. حتى جبت اربعة وضيعت اربعتاشر. لا ده عادي الطبيعي انا فروض. كنت اجوان سهلة جدا. قوي. ده في مات جمايكة بس. انا مالباية كله كنت باجيب والله. الحمد لله. بس فبعد كده حتى جمهور هنا في الاشيال هناك الجاماني الجاماني. اتشاهرنا اوي هناك. بس فجالي موضوع اليوفنتوس هناك. بعد ماتش هولندا عادة انا كنت شاوي غريب واحد في موريتيو. كان نسيب صاحب ندي اليوفنتوس. بس حتى كنت عايز الموضوع مش تعرف وكده كنت عايز اتكلم يعني اديلي عن الموضوع. بس كنت شاوي اتكلم ع الصحافة وكده. فلاي تاني يوم بتاع اليمنى جالي اليوفنتوس مش عارف كم مليون دولار. بس فالحمد الله يعني الشعب لمصر ابن حلالي يعني ما بيسبش حد فعاله. اختي 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 حلوة يعني فجابتني جابت اجلي. في مجموعة السوار ممكن تكون مفاجئة لي. ده عمر ابنوبي ده ابنوبي اكيد. مشوارك الا الصابق. ده ابنوبي. طب نعرض بس نصر اول نشوف. اه فاض. نعرض اول صورة طيب من مشوار محمد اليماني في الاحتراف والفترات السابقة. اه سلام على الشعر. ايه كنت تصدت الصورة دي? ده كنت كنت ساعتها اعرف كيفي ميكلين هناك وكنت عمد شعر ده راستا. دي راستا ساعاتها اللي هردى فاير دي. اه. بس بقى رزايا بقى خلاص بقى تراحت خلاص. انا معرفتكش كده. جاي متنكر جاي متنكر فارع. طيب السرعة التالية? اه دي في بدايتي في ستاندر ليجي دي. ستاندر ليجي البيجي. اه. طول بالسلاسل اللي بتاعك كنت فرفور. لا بس كنت متتماز بالمهارة يا محمد. ودي كان ليلة جدا حتى في مركز زوجة. اه. بسراعة من سؤولي بحب المهارة كنت كان مسلا الاعلى كابت محمد ص حلوى يعني لازم اروا يعمل لي ديرب اللي واحد يرقصه يجيب جون. اجيب جون سهل. اجيب جون في حاجة كويسة يعني. حتى انا في الجيل جبتوا جون كتير كده برضو. دي برضو احد. دي انا حد بيحتفل معاك. اه جبت هدف انا في ميكلينو. جاب هدف حلوه او تشيب كده. بس فمش فاكر الهود ده والله. دي سورة جماعية للفريق. اه دي بس اللي قاعد تحت خلاص ده ميشيل برودوم. ده كان احسن جون في العالم. اللي هو مش في نص بسبن ثلاثة مدربين الى العالمين اللي على يمينه. طبعا. ابavez ميشيل برودوم وفيه دونو فريو تاوفى. دونو فريو. والرئيس الندي مش فاكر اسمه اللي للتاوب. بس يجيب فغير في قاعد التى هناك كلها اديemetriyo proto. دي جيزا بيت tonight. احنا طبعا. هناك اعقدات م本 job at the Appro SAY you such as Adidas. كنت باوجود جزا ان وابدتك كنت بق합ة جزة ك insanlarLA cut us for an begging is to如何. كنت بقم ب smiled in six. كنت بقم البعو احالية كل حدنا البلجيكي. او بلجيكي. او بلجيكي. مع اندرلخت. او لا بس ده كان ميكلين. ميكلين بقى بقى بص ميكلين عندهم ديربي تاني. لاني ميكلين دي اصلا اخدوا طولة اوروبا قبل كده. عمشي البرودوم. فجمهور غريب. حتى بص نخسر ستة سبعة جمهور بيجي زي ما هو. كامل العدد. كامل العدد. بس ده كان ديربي مع مين? ده ده ماتش كده مع اندرلخت. انا الديربي دايما ببقى الديربي الطبيعي اللي لقيته كزا مرة هناك اندرلخت وستندرلجي. ومرتي كانت طالية سعيد بلعفة اندرلخت. وكسدناهم واحد سفر احنا هنا. كنت ماتش كده في ماتش. لعب مصري اه يعني انطالية في سعيد مع اندرلخت. وانت سعيد كده كنطف في استندرلخت. ونفس الكثة مع احمد صلى حسني. كانوا في شوت جارت. وانا بلعفة في. شوت جارت العلماني. اه وانا كنت بلعفة في استندرلجي كنت بلعفة اوليط اربا معا. امم. اتعدلن عندهم اه 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 سفر واحد واحد تقريبا وخسرن عندنا واحد سفر. تمام. ده انت متجاب جمهن كبير اوي. اه? ده الفرقة كلها راح اطلق. دي بقى اخر سنالية كنت بلعب برقم ستة مش تنين وعشرين. اه. عشان انا كنت لبعد اللي عار رجعت فان التي شيرت بتاعي كان واحد اخده. فبس يعني ده الجوم بتاعنا. كان لك اختيار في الارقامة شرطات بتفرق معك? اه كنت انا كنت بحب رقم اتنين وعشر اتنين وعشر مع منتخب اتنين وعشر وفرق اتنين وعشر. كان الفكرة في الرقم. مش عارف والله انا اول ما اخدته بس كنت بحب اللي هو رقمين زي بعض. حاجهم يعني. انا عايز اتنين شوها بعض. شوها بعض. كنت بتفرق مش عارف فقط كنت بحسن اللي هي حاجة حاجة يعني حاجة تفاول? لا مش 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 دماغ دي. ده بوست ده في كتورية اوروبا برضو ده هو الشوتجار طو. فليه احمد صلاح حسني. ده احمد صلاح حسني. لا مش احمد ده. ده في رقيته. اه ده مش عارف مين ده اه مستاج بس انا كنت تلعب بتعمل سفد احنا. اه مش موضوع تفاول انا فهم موضوع اللي هو حابب كده يعني فهم بتحس انه مميز. رقمين مع بعض. بس خلاص بقى الكلام ده تلوات ان الناس ارقام عدد بقى. ده في تدريب مع المدرب ده توفى. ده المدرب? اه دومينيك دون فريو. اه. كان بيحبيني جدا يعني. كان بيحبيني تسترجع شريط الزكريات بتتفرج على صور او ارشيف او مرشط لك? والله يمكن اه بنوبي عمر اللي هو اللي ابهرني في الصور الجديدة دي ما كانتش عندي والله مش عارف اجيبها. اه. لان ارسل ان الصور رحكت كل احتي تفاصل بها. زي مما كنتش في ايه تنزل صور على السيديهات وتنزل على التاب او حاجة زي كده. اه كان ده ده معدوماتش كتل اه اه طبرة. لكن في الابوم عندك. فكل الحاجات بيس بتا عندوها صاحب في فلجيكا هناك ونزلت انا مستلت فلجيكا. لان جماحة كتير اوي. فبس فمش عارف حاجة درات فيهم. فعمر بصراحة جابها لي يعني ده يعني تاريخ حلو ده ده. تاريخ. انا خلاص ما هو بعدها لي كلها. اه. دلوقتي خلاص ما اه. احتفاصت بي يا خلاص. دي بعد الحادثة دي. ده كان اول بوسم ليك? ده ده بعد الحادثة يعني. بعد الحادثة بتاعتي ما كنت بالضغط فلم. ده بدأت تفوق يعني. ده جدوين اكبر اه. بس مبريت اه كانت مبريت اهawy طبعا اوليو سوشيال ميديا المادة ها ما كانت ش موجودة. بالزبط كان انت بقعت وقلت كذا موقف يعني انت قلت كنت بتلعب في سندريج غبامك طريق سعيد في اندارلاخ بتلعب مع ا اه آقة اه 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 بددام ا احما صالح حوصني في ش جودجار. اه sesame دا ميد او كني Solutions يعني عرف انت السوشال ميديا وقت موجودة وقتها زايد الوقت بزرطة مثلا قدام صلاح قدام صلاح محمدي محمدي موجود برضو فالموضوع مختلف يعني بس الواحد يعني بصراح يعني لف طيبة يعني فأنت يعني عرفت حاس انك كده ايه فيه تشوك كده في قلبي من الصور دي كده والله حاس حاجة حلو يعني لا بص بص مشوار لعبة كورة يعني بص مذكور في التاريخ وانت قادر امكان بتحول على مدار التاريخ تعمل حاجة بص طاق دللاتي انك بفتكر حاجاتي يعني بفتكر حلق ما كده يعني حاطة اميج في دماغي يعني المواقع في كنت عيشة هناك بترجع بالشريت زا اه وانا في الملعب والجمهور الجمهور كابي يغنيلي وفتاع يا جماعة الكصة حلو قوي يعني الكصة ده مش ممكن يعني بصراحة لو حد احترف يعني احتراف وحاس بالحاجات دي بس بيحترف اش يحترف وخلاص كده لواء كلام عشان يحترف بصراح يعني يقدم رسالة تلعب كورة كويسة عشان يقوله دلعب كويس وزي محمد صراح كده بالزبط بصراح بقدم رسالة في كل حاجة ما شاء الله يعني ربنا يكرمه ده حي بص يعني بداية كورة ملتزم في كل حاجة كناحية دينية ما شاء الله في ناس يمكن دخلت في الإسلام عن طريقه ونس قالت يعني يعني بشكروا فينا عن طريقه عشان طريق اسلوبه ومعاملته للناس كفاية اسمه مصر يا ببيت بنتذكر في ملعب الدارو الإنجليزي بس بالزبط جدا فالجد والله الحاجة تحسب له يعني ربنا يكرمه يعني طيب وانت موجود في الاحتراف فكرت في مرة وانت موجود ترجع ولا كان الهدف بالنسبة لك وانت محترف لان كمان انت سفرت وانت صغير كان عندي لسه بكم بنتش 14 سنة بص ان البداية اوما سفرت وقبل الحادثة لأ كانت في كريك كل عقود في أوروبا بقى وعيش هناك وعمل باسبور واتبيع حاتي كله هناك وعايز اوصل يعني كان قدام ترجت زي محمد صالح كده اوصل لفرقة كبيرة اوي اوي يعني كان دماغي كده والله بس بعد الحادثة لما هو دو اختلف عندي شوية مش عارف اين حصل اللي بصراحة بقيت اريكي شوية مع الجمهور في الكلام عمر بكنت بركز فكنت بكبر دماغي بقيت عايزة بقى كويس على طول ومصعب عايزة اجيب اهداف على طول ومجح فكر في جوان خلص انا كنت هداف بس مش فاكر في الهدف والاشكالي كنت باجيب جون كتير انها بعديها لازم جون فكنت باجيب جون كل فين وفين بعد الحادثة حصل دروب كده مرة واحدة بعد كده يعني بدأت فوق منه بعد الاعارة روحتها دي روحت اعارة ميكلن ست شهور كوي سوحش بلعب عشان هم عايزين يرجعوني فورما تاني وهم الفريقية كان بيديني مرتبي اللي هو الطبيعي بتاعي بس روحت اني اكل الحمدلله مستوى عالي بش اقول لك توب بمية في المية بست عالي اوي كنت كويس او رجعت تستنضر ليجي كانوا عزيني مدنوني كمان سنتين فكابتن عزمي مجاهة تكلمني ننزل الزمالك الفترة دي وبتاع علي تنزل شوية وبتاع وتفوق وترجع تاني فانا ساعتها بقول لك دماء كنتش مزموط زال اول مليتش حد وقتها يحتويك كمدرب عنده خبرات كان والدي معي هناك والله يمكن والدي برد اقول لي بعلاشه بتاع بس ساعتها كنت اخذت قرار يعني مش مش قراري الخطأ ان انزلت الزمالك لا الزمالك فريق كبير ومحترم بس ان نزولي مصر عموما ده خطأ مني ان انا تفكير انزل مصر تاني فوقت كنت ممكن اعود هناك وامدي سنتين كمان بضعف مرتبي بس هوا بقى خدته ويمكن انا مكنتش ساعتها مزبوط في تفكيراتي او في قراراتي بس ومعملتش باسبورك بعد اني خطأت خمس سين هناك وقصة يعني ممشيتش صح زمان عايز وقصة يعني ممشتش صح زمان عايز وقصة يعني مش من نوع اللي بح بس عايش مبسوط بس كنت مستاني خبطة زي بتاعة اليوفينتوز دي مثلا اروح مثلا اليوفي كده قمضي مثلا عادي محترم وخلاص بانا كده ايه ام انت حياتي دي حاج كنت مستاني حاجة زي كده يعني دك التفكيري وبتاع الها العفارة كبيرة واعمل كده انما الفلوس كنت باخده في الحاجات دي بس حتى لو مرتب كبير بصرفه على طول يعني اللي هو بصرفه كله وبعايش مبسوط حياتك اليومية بزيادة اللي هو التفاهم انت عايش بقى بزيادة اللي هو عايش ح برضه بتحل الزكرة السادسة للفريق عبد المحسن كامل مرتجي وما هي على التلفون المهندس خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي شمهندس خالد اهلا بيك وسعادة بوجودك معنا في برنامج الاهلي الليلة على شاشة قناة الاهلي اهلا بيك يا محمد واهلا بزيفك انا متحل محمد اليماني كبتن محمد اليماني بيرحب بيك اهلا بيك يا أبد مزججج فاني اهلا بيك يا اگر مزجججanza اهلا بيك يا كبتن اهلا بيك يا محمد ممكن بس عالي السوت شواءش الأن میں جمع بيك وطبعا النهارده بتحل الزكرة السادسة للفريق عبد المحسن كامل مرتجي وذكرة طيبة لشخصية عظيمة كانت في فترة من الفترات بيرأس مجلس إدارة النادي الأهلي وكان موجود في فترات مهمة جدا من تاريخ النادي الأهلي باشمون ديس خالد أولا قبل ما نتكلم أنا بس أعايز أبارك لجماهيل النادي الأهلي فوز النادي الأهلي نعرف في البسكت والحمد لله ربنا قرمنا وقفنا على فريق الزمالك في دور 16 وفي جهة مصر وإن شاء الله بإذن الله فريق البسكت في حق أمنيات جماهيل النادي لأن احنا بقلنا حصبة كبيرة ما كناش بنحقق نتائج كويسة إن شاء الله بعد تدعمات اللي عملها مجلس إدارة بإذن الله تعالى تتكلل هذه المجهودات والتدعمات بإذن الله بالرطولات إن شاء الله في المرحلة والخدمة كلها بس كنت حاضر كنتوا حاضرين المتش وكان واضح أول حماس للجميع بصراحة دغر صالة الأميرة عبدالله الفصل والله الحمد لله ربنا كريم لكن طبعا زي ما وقتلك احنا كنا جايين بقى عزيز متحمسين جدا زي ما وقتلك بعد مجلس إدارة ما الحقيقة حقق كل اللي كان عايزه الكابتن الخضير المحترم المدير الفني كابتن عشر توفيق والحمد لله ربنا كريم والحقيقة أول مرة أشوف كده كريم بسكت بتاعنا كده له شكله له إيه كده والحمد لله ربنا كرمنا بالمحترفين اللي جبناهم والناس الجديدة اللي جبناها فربنا يا رب كده إن شاء الله كده يسعد جماهير النادي الأهلي في كل الألحاء العالم كله بفناها سواء فورة سواء هنفور سواء كل من يوصل نادي يعني إن شاء الله أكيد بإذن الله طبعا الزكرة الفريق عبد المحسن كامل مرتجي بالنسبة لك زكرة خاصة وتعب تقول ليه في هذه اللحظات بشموهندس خالد خاصة ناردك الليك تويتا طبعا الكل شافها الصبح وزكرة السادسة والفريق مرتجي دايما دايما زكرة موجودة معنا ودايما بنتذكره بالخير وقصة قصة كبيرة ما بينك وبين الوالد الله يرحمه في فترات طويلة جدا خلال وجوده حتى كرئيس للنادي الأهلي أو خلال وجوده حتى داخل النادي الأهلي فترات طويلة بص طبعا يعني شوف أنا نعمة كبيرة جدا إن أنا بحمل اسم مرتجي يعني الاسم اللي ربنا صلى الله عليه جعله سبب إنه هو عمل خالد مرتجي يعني الوالد بالنسبة لي كان قدوة وكان مثل وكان حبه للنادي الأهلي هو اللي غرزه فيه كنت بشوفه قد إيه بيحب النادي الأهلي وقد إيه يعني كان النادي الأهلي دايما هو أول حاجة في حياته وأولوياته فترابنا أنا أو أخوي كبير سامل أو أختي أميرة على حب النادي الأهلي وأنا يمكن أنا أكثر واحد عيشت معاه أنا كنت صغير يعني أكثر واحد عيشت معاه وهو كان رئيس النادي الأهلي كنت صغير وكنت بروح به عن نادي وكنت بشوف قد إيه إن هو يعني بيعمده إنكار ذات وأتعلنت منه كتير ومبادئ النبي الأهلي يعني الحقيقة أنا يعني أما توفى والدي فخط حاجات كتير فخط الحنان وفخط السمد وزي ما قلت فخط المشورة لأنني كنت دايما بستشيره وباخد برأيه وكان دايما هو زي ما قول الايكونة بتاعتي اللي أنا كنت دايما بروح كده ما بقى متضايق أو أي حاجة رح أخط يعني راتي على سجره وأقول له دليني قلني أعمل إيه فالحقيقة يعني بقى ست سنين عدوا يعني ربنا يرحمه ويرحم كل رموزنا كمال بيحافظ كابتن صالح عبدو بي صالح كابتن عبدو صالح الوحش كل رموز النادي الأهلي اللي تواجهت وربنا يخللنا رموزنا المفهودين كابتن حسد حمدي وكابتن خطيب وربنا يا رب كده يجعل دايما النادي الأهلي هو اللي بيعلم الناس وتبقى هي المنظومة اللي دايما من سنة 1907 ماشية بمبادئ وبمصل الحقيقة الواحد بيفتخر أنه هو جزء بينتمي لهذه المؤسسة وهذا الكهان المحترم وربنا يا رب يجعلنا دايما عند حصة ظن الجميع وإن احنا دايما نشرق سواء جمهور النادي الأهلي أو جمعية العمامية المحترمة بتاعة النادي الأهلي شرفتنا أن احنا نكون موجودين ومسؤولين فدي بالنسبة لنا زي ما قلت لك النادي الأهلي ده حياتنا وبيتنا وربنا قدرنا إن شاء الله نحن الفترة اللي جاية سنتين جاين دول بإذن الله نقدر نعمل حاجة تشهد جمهور النادي الأهلي وتشهد جمهور العمامية بتاعة النادي الأهلي وعضاها الكلاه الفريق مرتاجي كان ليه جملة شهيرة بيرددها دايما يا بشمواندس خالد كان دايما بيقول عظمة مصر موجودة في النادي الأهلي وما إنك طبعا يعني أكيد البيت كان يعني أكنه موجود في الأهلي كل الأحداث وكل الأمور داخل النادي الأهلي كنت عيشها في البيت وشايفها بشكل مباشر وشايف اهتمام الفريق مرتاجي والأسرة بالكامل بالنادي الأهلي والنادي الأهلي بالنسبة لكو بيتكو التاني الأمور دي تتكلم عنها وتقول إيه والله يشوف يعني أنت من 1907 النادي الأهلي ينشي على الوطنية شوف مين اللي ترقص نادي الأهلي من أيام مع قصة النادي الأهلي لغاية النهاردة كلهم ناس عظماء مجلس إدارة إحنا فيه وقت من الأوقات الوالد كان في فترة السبعينات كان بيسموه مجلس وزراء ما كانش مجلس عادي مزبوط موجودة حاجة يعني شوف يعني أنا مش عايزة أقول أسامي لأن الأسامي لا تعد ولا تحصى الناس اللي كانت شرفت أو شرفت بوبودها في إدارة النادي الأهلي كلها ناس أسامي عظيمة يعني ففعلا قول أو مقولة والدي الشهيرة اللي هو عظمة مصر مضبوطة في النادي الأهلي دي فعلا مضبوطة يعني النادي الأهلي عما حصل إن في الفترة بتاعت الشتنات عما حصل بعض الإخفاقات كانت القرار سياسي من رئيس الجمهورية إن حد يمسك النادي الأهلي كان دايما ما بينه وبين المشير عبد الحكيم عامل رحمة الله عليه كان زمركاوي فكان دايما بينهم زي كده بمشدات فلما ربنا سبحانك كرم الفريق مرتدي وجيه سنة 65 ربنا كرمنا وقدرنا نكسب الكاس سنتها وبعد كده أما تولى في السبعينات جاء بقى العصر بتاع العظماء السلامزة الكابت المحمود الخطيب ومصطفى عبده وتعر الشيخ وجمال عبد العظيم كانت المرحلة الكبيرة الحلوة اللي عاشها النادي الأهلي في الفترة السبعينات وانطلق بعد كده الحمد لله وزي ما اقول النادي الأهلي حاجة كديرة قوية لنا كلنا وانك لسا كنت النهار دا بعد القادش قعد مع شرايز بعض العضاء الواحد في أع Linda بيبقى سعيد ان هو جوا النادي الأهلي حقيقي النادي الأهلي بيبقى فخر لنا كلنا ان احنا بننتمي لي وانه احنا ما بالك بقى الواحد اللي هو يكون مسؤول جوا النادي الأهلي ده مش فخر ده فخر الفخر حقيقي تبقى مسؤول وتبقى دائما بتشتغل حبا في النادي الأهلي فقط وليس حباً في أي حيثاناً بقول الكرسي مش هو اللي بيعمل البني آدم البني آدم اللي بيعمل الكرسي فبالتالي وجودنا في النادي الأهلي كلنا شرف كبير لنا وربنا أدرنا زي ما أقول أننا نحقق كل أمال جمهيل النادي الأهلي وعضاء النادي الأهلي الكرام في الفترة اللي جاي فسي المهمة وكلمات عظيمة باشموندس خالد بشكرك عليها ودايماً كده نتذكر رمزنا بكل خير لأن رمزنا جزء كبير من تاريخنا ودايماً التاريخ والماضي هدف للمستقبل والحاضر إن شاء الله أن يكون النادي الأهلي دائماً في المقدمة باشموندس شكراً يا محمد وسعيد بيك وسلامي لكل الناس اللي مقبولة في قناة الأهلي وطبعاً مشاهدينك الكرام وكابتن محمد اليماني ناكري الله يخليك رجل مهندس خالد بشكرك شكراً جزيلاً وعلى هذه المداخلة الطيبة والرسالة الجميلة والإيجابية اللي ذكرتها في هذا الحديث وذكرى الفريق عبد المحسن كامل مرتجي كلام عظيم وكلام مهم وأجمل ما في هذه الأحاديث الرسالة الإيجابية اللي بتنم بالتأكيد على أهمية ودور النادي الأهلي في المجتمع المصر بشكل عام ودور مشجعي النادي الأهلي والمسؤولين في الفترة القادمة للارتقاء بكل البطولات ومكانة النادي الأهلي في جميع الأساعدة شكراً يا محمدس وإن شاء الله كل عام كده نتذكر رموزنا بكل خير يا رب بإذن الله كابتن يماني يمكن أخد بس منك كده كلمة سريعة تبقى أحد عظيمة لما بيكون لك رموز كبيرة وكان لهم دور كبير جداً حتى في المجتمع وفي النادي الأهلي بنتذكرهم كل سنة طبعاً ده شرف ده للأجيال حتى كمان القادمة طبعاً ده شرف لأي أحد طبعاً يبقى عرف شخصية قيامة زي كده بيفتخر بيها طبعاً يعني مش هادة لقول حاجة بصراحة السيد مرتضى مرتضى جعل كل حاجة بصراحة فكلامه كلام مؤسر جداً يعني والله هو واحد من رموز النادي الأهلي طبعاً طبعاً كنا عارفين النادي الأهلي طبعاً بيقيمه من عام صلح سليم السيد صلح سليم فأنا مقدرش يعني يبقى كلامي مجروح بصراحة لو قلت كلامي يبقى مجروح تمام يا كابتن يماني طيب طيب نتكلم على مشوارك الاحترافي والظروف اللي كانت عائقة في فترة من الفترات وما قدرتش تكمل أو ما قدرتش تدبط محاطك اللي انت كنت عايزها وقالنا دايماً الكرة فيها حظ كبير جداً طيب بعد فترة الاحتراف وبعد ما رجعت كان دايماً هدفك في إيه؟ ان انت تلعب حتى في الدور المصري ولا خلاص فكرت ان انت تعتزل فما ينفعش من دقيقة مش اعتزل يا حسرت اللي الدنيا مش عايز تديني يعني حسرت اللي الكرة مش عايز تديني تاني اللي لا بالكرة بيحس بيها يعني حسرت اللي هي بمشي معاك او مش مشي معاك حتى انا رحت رجعت عالز مالك بس ما تأيتش فمشيت قبل التأييد بيوم رحت الاسماعيل يعد 6 شهر هناك لعبت معهم كويس اوي كنت بالعب كرة بس الكرة مش عايز تخش يمكن جبت هدف واحد بس في الفواصل الاردني كهدف كويس اوي كنت بالعب كورة كويس اوي بس بعدها ما كملتش مع الاسماعيل رحت الاتحاد على السنين بس خلاص يعني اللي هو الموضوع بقى انت بتجبر بقى خلاص بتجبر بس بيكبر بس فقعدت لسنين بقى كام شهيت رحت شوية سفرت شوية الصين بعد كده رحت موضيت في اللندا في كوبس ورجعت لعبت شوية في ممتاز به مالي قافر زيات بقى سفرت لعبت في فلوريانا في مالطا نهيت هناك يعني اخدت كاس وانتاني دوري في فرقة في الممتاز هناك فبس يعني فرجعت هتغرب بعد كده بتحول بقى تحقق تموحاتك في التدريب وتعوض اللي فاتك في الناس نفسي والله بس الموضوع برضو حاس انه حاس انه هي مقفولة على الناس معينة يعني حاس هنا في مصر برضو انا بس انقدمت في المنتخبات في اول حاجة بالكلام ده من 30 سنة وحاجة تبخذت كورسات الاول انا معي لغاية بي مستني بس ياخدوا الاول برو هم بس ده أبرى مصر ولا في مصر انا في مصر بتاعتنا اه خدتهم ده لازم اخد بتاعت مصر لازم اخدها انا مصري ها يعني هاخد منين تمام فالكسة كلها الموضوع من الحصر يعني اسمعين حتى انا كنت راح اعمل اختبارات في روحة الهال في اتحاد الكورة كان بيقولك قدم وابتاعش من المنتخبات طب الناس عارفاني وابتاعهم وراح اقدم برضو وفي الناس ما بتجيش تقدم معنا وياخدوها برضو المنتخبات فالموضوع كان يعني كان مش مش مزبوط بس عادي بقى معرشة وامش ازاي والله يعني وصلت لاخر حاجة عروحة اعتبا كانت هنا بريدة لانه كان زي كان زي بابايا او عامل المنتخب يعني على في الوحكة لو هو المشرف بالضغط كان بيعملني كويس او ياماني طبعا كنت انا في الصورة سعيتها معروف فبس فطبعا روحت له بصراحة عابلني كويس يعني وقال ان شاء الله متعامل المنتخب 2003 ان شاء الله تبقوا متواجد معنا او كده بس او بس هو حاليا مش طبعا سابد الاتحاد الكورة فانا اعمل كبير في ربنا طبعا تصمى الناس اللي موجودة لاني يعني انا خدمت البلد انا مش بقولهم على فكرة لا انا مدرب يعني مش قولك انا مدرب كويس خلاص يعني انت لو هتعمل اختبرات لناس كلها انا مستعد اذا نس كلها ادخل اختبرات وانا مشكلة بس انا واحد دربت في لعي سي في بتاعي ممكن تشوفه ووالشيتوس حقق تاخد فرصة بونان على ايه اهم على فكرة وانتين كويسين يعني ووالشيتوس محترم ومدربين كويسين مو النفس اللي اختارات بتختار بيها المدربين زي بالضبط اليماني اختار برضو اليماني برضو زيهم زيهم مش اي مشكلة مش عايز اي حاجة مش عايز اي حاجة مش عايز اي شاز عن حد انا عايز اي زي الناس كلها بس اخبت حقي انا اسم محمد اليماني انا جبت ثلاث عالم تمام ده الانجاز الوحيد اللي احنا عملنا في فصل لغاية دلوقتي وبتمنى طبعا لأي فرقة تانية بتطلع وتعمل اعلى منه لان احنا كلنا مصريين عايزين مصر تبقى رقم واحد في العالم فده ده الطبيعي ده اللي انا بتمنى يعني بس انا بتكلم دلوقتي عن الانجاز الموجود دلوقتي حاليا اعلى انجاز بتاعنا خلاص وصاحب الانجاز مثلا او واحد كنت انا مثلا من عناصر الموجودة في الانجاز ده او الناس احب صنع هذا الانجاز بالضبط واحد مميز في الانجاز ده مش عارف اي اخد حقه في البلد يعني في تدريب في مجال التدريب او 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 لسه مشوار عندك طويل لسه الفرصة ان شاء الله جايب مفيش مشكلة انا نفسي فيها بس انا بقولك انا بسع فيها برضو مش بقولك انا مش عايزة دلوقتي انا بسع فيها يعني بفهم اصلي يعني دلوقتي بقولك داخل ثمان سنين في تدريب او سبع سنين في تدريب فانا بسع ان بكون كويس او اوصل لحاجة كويسة في ناس سوزتت برضو يعني ميدوا ما شاء الله ربنا يكرموا الدرف الممتازة طب ميدوا برضو من نفس السن الجيل بتاعكم متواصل مع بعضو مش قوي يعني مش قوي يعني كان على فترات بس انا ما عاشيتوش كل شوية ممكن بكلمه محمد محسن نرجع بقى للحديث على المنتخب الرومبي وعنده اول مباراة مع مالي اولا شاك مستوى المجموعة ازاي مالي الكاميرون غانا المجموعة قوي جدا المجموعة حديدية الموضوع عبا صعب جدا مش عبا سهل الكسط انك بتلعب في ارضك انا بلك سلاحة زوحة دين بس سيا رقم واحد تلص لحك انك هتف الجمهور تشجيعه حاجات دي كلها في ظهرك انت في ظهرك انت تدقى ايه فرقة تانية ايه فرقة تانية طبعا مفهود يعني يبقى عندها رهبة من الكلام ده بس ما اعتقدش اللي في حد عنده رهبة من الكلام ده دلوقتي بزيت الافارقة لاني تلت ترباعهم محترفين فينزل ماتش عادي جدا وقدام جمهوره بتاعه بس في حاجة تانية يعني يمكن لعيبة مصر دي حاليا متخب لعيبة توب جدا بس الفترة اخيرة كلها عندنا في مصر هنا مكنش في جمهور فهما ملعبوش قدام جمهور كامل يعني يمكن بس رمضان صبحي اللي رمضان صبح عشان كان بلعب محترف في انجلترا واحسن الشيحات مثلا مكن محترف يفرضوا سورة ناسف حسين ده الاهلي انا كده دخلت على الاهلي كده دخلت على الاهلي ناسف معلش رمضان صبحي يعني اكتر واحد مثلا هو مش بولك المعلومات بتخش على بغضاء فرمضان صبحي يمكن اكتر واحد لعبوسته جمهور لما البقية اللعبة ملعبوش ده جمهور فممكن الموضوع يعني يسبب حاجة شوية بس لازم لازم يعني انا على ما اعتقد يعني كبتشوق في البداية هيعرفهم القصة دي طبعا وهي ويعرف بس فيمي زب العاكس ممكن صلاح محصل لها في الدوري سواء مع انبياء ومع نادي الاهلي مصطفى محمد في الزمالك فين جمهور ما انا بتكلم عن جمهورك فين ما كنتشتاعتها ما بنوع دخل جمهور انا بتكلم على فترة فكرة الناس ذات متعطشين للكورة عايزين نروح المدرة ويتكلموا ويشجعوا بتاع وتوقع لها تبقى برضو منظمة زي اخر اخر كاس امم يعني اللي هتبقى برضو منظمة تدخوله والطرقة كتهيلة يعني فالموضوع لو مش بالطرقة ده هيبقى كويس قوي بالنسبة للتنظيم انها ما لا بتكلم عن العيبة دلوقتي ولكن العيبة دي كلامك تفتلع بقدام جمهور بكام كبير فالموضوع يعني يا رب ان شاء الله يكون في صلحنا طبعا والعيبة دي تجهز نفسها على الحاجة زي كده وتتاخد الموضوع لصالحها للنسبة لها تشجعها للنسبة لنفسها تفرج على كرة حلوة نفسها تاخد بطولة زي ثلاثة كويس امم اللي خدناها كابتا حسن شحاتها نفسنا تفرج على تيم كده بلعب كرة زي كده وانا بولك التيم ده كويس قوي يعني عندنا مجموعة هجومية يعني عندك مجموعة هيلة لو لعب مع بعض سواء رمضان صبحي صلاح محسن طهر محمد طهر أحمد ياسر مصطفى محمد عمار بس عمار بلعب بقريت عمار يحطو بقريت عمار حمدي انا مستغرب دي يعني ده مش مركزه لاني اخسن اخد تشيرت رقم اتنين كمان فنتأكدت هي لعب رقم يبقى تس ما اعتقدش ان عمار يلعب بقريت طب اخد تشيرت رقم اتنين وهيلعب اصلا بثلاتة واحد تلات تلاتة يعني دلغات دلوقتي اخر خطة شفناها في ماتش جنوب افريقيا واللي اكد لك على كده الخمس خمسة مدافعين انت اخدتوهم اخد محمود الجزهور وبيكهام ورمضان بيكهام اخد مجموعة كلها في الدفاع وراء خمسة ورفعت اصلا عبد الفتوح ناسف عبد الفتوح اصلا بكلفة المفتوح داخل مع التلاتة اللي وراء فالكسة كلها طبعا بتاعت كابتشاو اقرم توفيق عبد الواحد وكان رمضان صبحي يعني ساعدت بيميله شوية لتحت وجاي مسلا سواء نصر زي ماهر او امام عشور تقريبا عشان كده بس لو بسيت على القيمة هتلاقي القيمة معظم الاداة اللي هابل فيها اداء هبومي انا بتكلم في كده يعني حتى في الدفندر ما فيش غير اتنين في المركز الوسط المدافع مين اقرم توفيق اقرم توفيق ومش متأكد من الاسم التانى او مش متزاكد من الاسم التانى مويمينشي حمدي لا مش احمد حمز بتكلم عالمركز الوسط المدافع اه وسط المدافع اه اقرم توفيق فبتتكلم ان معظم العناصر الموجودة دائما الفكر كابتشاو في الاداة الهجومي وده مطلوب لا طبية انت بالنسبة للمجموع اللي عندك دي لازم تعمل كده لو هاجمته كويس خلاص يبقى دفاع عندك مسرائحة بس التهاجم صح يعني فاهم بس انت عندك لعيبة فردة كتير عندك رمضان صوش عندك فردة كتير بيلع فردة كتير صلاح موصل نفس القصة احمد دي سرايين صريع وقوي ممكن يهدي بالراس اه مصطفى محمد الحمد لله بقى عندنا السرايكة رقم عشرة هالسورة لانسف رقم تسعة رقم تسعة بقى عندك واحد دلوقتي احنا بقى لنا بقى لنا من اخر حاجة كان مراه محسن لما كان كويس قبل ما تصفر البطولة دي كان اخر واحد طبعا قبل يعمد ميت عبو ناس كبيرة اوي فدلوقتي انت يعني ربنا يكرمنا في مصطفى محمد ويكمل مع كبتشيوة غريب في البطولة كويس بقى كده يكمل مع متخب الاول عشان يبقى عندنا واحد رقم تسعة واحد ستراكير ستلنا قدام طيب القرعة خدمة مصر البداية مع مالي لا لا انت شايف ان مالي اقوى فريف المجموعة لا انا شايف فريق قوي مش اقوى انت عندك فريقة المجموعة التانية برضو قوية سواء نيجيريا والفريقة التانية قوية برضو وكاميرون وغنك اقوية بس انا بتكلم على تيم يمكن انت سفرقت عليه شوية او في اسامي فيه معروفة بتلعب في المانيا وبتلعب في النمسا بتلعب في اسامي كبيرة يعني اسامي معروفة واحد الهدف داعهم في تركيا اسمه محمد كمارة تقريبا فكصة كتير وهي ادرى بلعب بس مش هيجي بلعب في اسبش الالماني الالماني اه مش هيجي ده مش هيجي ووالو ديانج مع النادي الاهلي او موجودت بطولة مع منتخب ماني بعيز السفر لعي خط وسط كتير أنا شوفت المباراة مع الفرع العربية في التصفيات امكانياته غير طبيعية في السفر ومع منتخبه منتخبه اللعيبة كلها اصلا اللعيبة كلها توب الوقت المتخبات انا بقولك ثلاثة الربع بمحترفين وانت لقيتك بقولك انت لقيتك هيلة انت معاك تيم يعني من افضل اللعيبة الموجودة حاليا يعني افضل اتماعات اللي حصلت في المنتخبات لعيبة كلها بقولك كل لعيب نجم فرقته غياب محمد محمود ممكن يكون مؤثر طبعا لعيب هيل ومحمد محمود انا اول واحد دربته يعني مش اول واحد يعني اول فرقة دربته في تجلة في تجلة كان معايا محمد محمود واخدت في ساعتها تاني دوري كان امبي اول انا تاني اهلي تالت وكساد من الاهل اربعة صفر ومحمد محمود جاب جونة عالمي موليد كامل فرقة دي كانت 98 98 موليد محمود 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 جاب جونة عالمي والله العظيم كان العيب كويس قوي من صغره وهو معايا كان عنده شخصية في الملعب ليه شخصية بيفرض اسلوب لعبه كل حاجة مهاري يمكن كنت تحس لهو سريعة في الملعب بس هو فعلا يعني هو خطوط سريعة بس تحس له سريعة بس لما كبر وبتاعه نضج بتحس له خطوطه بقى سريعة وبقى يجيب اكتر عجون وبيعمل اسستات اكتر نظرته حلوة للعيب كورة للكورة بيقرى الملعب كويس بيقرى الملعب كويس جدا بلزبط مهاري تأثيره بعالمنتخب بالنسبة كبيرة ولا ممكن يكون في بديل خاصة كمان ان احمد حمدي مش موجود محمد حمدي مش موجود مش وش الاصابة على فكرة يعني كس الاصابة دي ممكن برضو هو ريح من الجنة مصاب لأ غير كده بس هللاصابة منعن البطولة كلها لأ غير كده محمد كان في فترة اخيرة او في المبارات الودية كان بيلاعب بينزل رمضان الصبح تحت شوية بيضوم شاب عاكر طوفي وبعد كده جاب ناصر مهر وجاب جاب ام عشور فعلى ما اعتقد يعني هو اصلا من الاول بان الخطة على المجموعة اه بان الخطة على المجموعة دي فهو تقريبا كان هيبقى اصلا من الاول فعادي يعني فده طبيعي كابت الشوبي بنائل اميز عنده اللعب الجهز عشان يلعب بها البطولة انت عايز اكثر بطولة وعندك ناس كتير تتنائم يعني تنائم منهم ودي حاك كويس عندك عايبة كتير تنائم منها وعندك لعبة كلها ياسم بتلعب بفرقها لحاك كويس طب ايه ابرز حاجة بتميز المنتخب ده الخط الهجوم الخط الهجوم طب الخبرات الخط الهجوم الخط الهجوم عندك رمضان صبحي ده اول حاجة اول واحد بخبراته بلعبه باسلوبه بأسيستاته اللي هيعملها ان شاء الله تمام صلاح محسن سريع احمد يسر ريلا سريع وبلعب بتهدر وكلهم لعبة دور ممتاز بيلعبه لقدات بيلعبه ده عنصر خبرك طهر محمد طهر المولين وكان عادت بالاحتراف بالضبط فامس دي ومستمر محمد دلوقتي يعني محطة قدام ده سابت محطة قدام فده ده ده اللي هيراحلك من الاول يعني انت لو من الاول ضغطت من قدام ولعبت ضغط عالي لما بيعمل فيرول مع الاهلي هتقفل الدنيا وتراحل الدفاع تتوقع ممكن المنتخب يذهب لأي مرحلة وطبعا نتمنى التأهل للمرحلة الثانية وعلى الأقل على الأقل موجود في المبرارة النهائية أنا أتوقع إن شاء الله لو المنتخب عدى المرحلة الأولى دي هيوصل للنهائية إن شاء الله لو عدى المرحلة الأولى دي إن شاء الله في المرحلة دي همك انك تفوز بالبطولة ولا التأهل وخلاص ما انت لازم تحط تارجت قدامك الفوز اول حاجة لا مش الفوز أول حاجة إنك توصل للبطولة يعني في الأساس وإن تتلعب البطولة تتأهل للمرحلة توكيو بس ده في الأساس بعد كده أول ما تخلاص تكسب وضمنت إنك توصلت تلعب تلعب على البطولة نفسها على طول إن شاء الله بس لا كم واحد إيه توكيو اللي هي ده ما عملنا في القرب يعني ده أهم حاجة بالنسبة لمرحلة السنية دي بالصغرين بالضبط يعني مثلا إحنا في السيوبيا كان في سنة نوصل كاس على إحنا بنلعب كاس أومة فكيو عشان نوصل كاس على لعبنا وكسايدنا كنا ممكن ناخد البطولة بس لعبنا ثلاثة ورابع في الآخر مع غانة تقريبا ومع أسيوبيا مش فاكيو واخدنا ثلاث برضو أسيوبيا مش جيل مباراة ما كملتش لا لا دي لا مش دي دي تعالي التأهيل دي دي أصلا كنا بص إحنا كنا بلعب كاميرون انت فيه مباراك نضع لكم نضع لكم أنا أحكي للك абсолютно وإحنا في أسيوبيا و mauvais96 و كنا في هذه també و كنا كنا بالجعل كنت کا sans عرض و كنا grown و شمنا نلعب على الدروم والله العظيم إحنا بقى بنلعب به بانطلص الملعبة باندوهم بانمراجعين لفيرة تريدBE و الكاميرو النافس الموضوع بانаствو واحنا نفتا شمنا نفتا نزل الملعب. عايزكم تكسبوا. احنا بقى كلها ده خلوا ده جاري. كان مين ده اللي بيساني في الاخر وتزبط شوية ميدو. كان في الملعب فالجمهور زبطوا شوية بعد كده راح تخلينا. لح طلع كرام متحد الكورة بالسؤول المتحد الافريكي. هلك لازم اي فرقة في الفرقتين تكسب. لازم تكسب. اه لازم تكسب. مفيش ماتش مفيش تعادل. هي كده خلاص بقى جابري والله يعني تبتتفرج على المباردة وقتها الجمهور في اسيوبيا. كان عايز يعني كان عايز يا مص اللي تكسب يا الكاميرون تكسب. بس. بيشاره هنا هجمه وبيشاره هنا هجم. احنا بروح وبنرجع. طيب انت خليل كده وهم بروح. والعادي في الملعب اللي ازاز قوي بتوع الكاميرون. مش مشكلة احنا. احنا مش اصلا مش متفقين مع بعض. بس عارف يقولنا برجعين بكرار. الجمهور طبعا فيهم. اوه راح مرة واحدة راح نزلين علينا. بس الحمد لله ربنا كرامنا وفماتش الكاميرون انا جبتوا جونين في الكاميرون. كسبنا تلاتة. اه كسبنا تلاتة انا جبتوا جون كسبنا تلاتة انا محترف في بلجيكا في ستندر ليجي. كان بيدوا معنا في البطولة دي برضو اه. فكانت ايب حلو اول ايام دي لحبة بنسياش والله. كانت بطولة غريبة كمان. غريبة. وزعيتها مصر واسيوبية همال سعدوا من المجموعة. اه بالزبط. اه بالعافية اثيوبية بالعافية. يعني بذكر. وقرار عدت المباراة وفكرة لازم تفرقة تكسب دي كانت غريبة اللي كمان. غريبة. اصلا انت بتلعبوا عن النقط. مش عارف يعني كرار غريب بس احنا الحم القرار. وربنا قرامنا الحمد لله. طيب. هل ممكن الكابتن شاوه غريب يقرر نفس انجاز الارجنطين. اه والله انا اتمنى طبعا كواحد مصري اتمنى انه يمش مش يعمل نفس الانجاز الارجنطين. لا يفوز بالبطولة كمان ويعديه. ان احنا زي ما قلت لك قبل كده. انا عملت انجاز اه فرحم بالانجاز بتاعه. بس نفسي نعدي الانجاز ده. حس تالت ده مش تالت ده مش حاجة. لسه فيه اول وفيه تاني. يعني ربنا يكرم من يوصل لأول كمان ط بس مدلية برونزية في كاس عالم وفوق الومبياد. حاجة عظيمة وحاجة كبيرة. اه منتخبات افريقية سبقتنا. يعني غانا سبقتنا. الكابرون سبقتنا. نيجيريا سبقتنا. بس بتبقى حاجة عظيمة بالفرقة العربية. اكيد بس انا بولك بتمنى ايه. انا مش عايز تبقى حاجة عظيمة خلاص انا عايز اخد زهبية مش عايز اخد زهبية. ايه ليه لأ. عشان اتشرف في الكلام ده. انا الكلام ده بيبسطني على فكرة جدا. مش اقول لك ان انا بقى وا في التصفيات توكيو سبعة منتخبات افريقية. تونس مش موجودة. جزائر مش موجودة. المغرب مش موجودة. ليبيا. معاني معاني عندهم نعيب كويسة حتى في العمر دي في في لعب ماحترفة كتير يعني. خاصة المغرب. بالزبط. 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 احنا شفنا الكلام ده شفنا في 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 دول كتير. اه بس لا بس بلعبوا المنتخبات تانية صح صح صح. اصفوا فعلا صح. العيبة دلوقتي المغربة والتوانسة او كده بلعبوا بعمل جنسيات فرنسية او جنسي مسلا بلجيكية. بتاع بلعبوا في اللي. مبارددوش العبوا مع المنتخبات العربية. وبصراحة تفكرهم احسن. انا بقول لك. في المرحلة الصغيرة. في المرحلة الصغيرة دي. بيفكر في الصاح يعني. مع منتخب بلجيكا مسلا من كلها بكس عالة. مش عارف بيوصلوا لحاجات. يعني خلاص اللي عيبة دلوقتي اللي عيبة الصغيرة ما بيش في حد صغير اللي عيبة تفكيره صح ومظبوط صح. يقضي كل حاجة انتم شايفها. شايفين الناس اللي شغالين بعلم ازاي وابصلوا ازاي. انت عارف انتخب بالجيك عشان يوصل للمنتخب ده كاس عالم الاخر فورما دي ليه او اخر مستوى ده تكن شغال من 3-4 سنين او 5 سنين على مراحل صغيرة في النشئين لغاية اللعيبة دي اه لغاية من قصل المستوى ده وقصله كاس عالم بالمستوى ده حتى تصنفهم من اعلى 3 في العالم اما انا بكلم في كده انما انت المفضل تعمل الكلام ده في مصر تشتغل الكلام ده متشتغلش على قدامك دلوقتي تشتغل من تحت تبدأ من قطاع ده انت اصلا من البداية يا محمد لازم تدي النشئين بتاعتك فرصة انت اصلا انت بتشير اللعيبة افاركة وتحطوهم عندك في الاندية واللعيبة دي بتفيد بلدها واللعيبة بتاعتنا احنا النشئين بتسرح الفرق يعني السنة دي مسرحين سبعة وتسعين فقد كان لعب دوري او اي حاجة لا مفيش دور ليهم بديه من سبعة وتسعين طب اللعيب دي هتروح فين اللعيب دي على فكرة فيه لعيب كويسة اللعيب كتير او كويسة اللعيب دي محتاجة فرصة بس تحط كده في تتشافها يعني تتاخد فرصة مع الفرقة الكبيرة السبعة وتسعين دي خلاص فريق اول تختيص يا محمد صح بس انت عايز حد يخطط صح زمان كان فيه بقولك زمان كان فيه ناس كويسة كان بيديك فرصة وبتعمل كانوش خايفين من حاجة انا فاكر في التوئيط ده انت بتتكلم عن مرحلة 2001 و2003 و2005 اخر جيل كان وثلاثة جيل ولا بعض بيروحوا كاسعالم كان 2005 جيل حسام عشور وشكبالا لو تتفكر انتو جيل 2001 جيل 2003 حسن عبد الرب وفتح ومتح وعمر زاكي جيل 2005 كان حسام عشور وشكبالا وعدد كبير جيل عددان انا فاكر خمس سنين دي المنتخب الناشئين والشباب كان من خلال ادارة في الاتحاد كان عامين شغل كبير كان ساعتها دعشوله حرب كان شخصية جميلة انا قلت روح لمكتب انا قلت بقية شخصية مش ممكن يعني شخصية جميلة كده ويراحب بالواحد دايما وبيعملنا كويس قوي كان فيه تخطيط في القطاعات حتى في البرائم المنتخبات دي مش هتلاقي من خلال قطاعات نشغل كل حاجة احمد اننا كان فيه حاجة اسمها مدرس مهوبين زمان كنتنا في المدرسة انا وشيتوس وميدو كان في المدرسة كان احمد الجمل كان فيه تخطيط صح ولا كنا بدرب كويس قوي في المدرسة وكانوا بيجيبوا اللعيبة دي كنا نعيب منتخبات اساسة كانوا بدخلون المدرسة يعني حتى ممكن نخش نقول اختبارات عشان احمد منتخبات خلاص يعني مش محتاجة انك تختبر اي حاجة وبس وبركزوا معاك جدا فعشان كده بتلاقي الحاجات دي بعد كده يعني انت بتعمل حاجة صح بتلاقيها بعد كده بتلاقي يعني استمارها بعد كده تماما دلوقتي انت بشغال على القماشة اللي قدامة شغال فيها مش عايز تعمل حاجة كابتن حسان بدري شغال على اللي عنده برضو يمكن بس كابتن حسان بدري جاب مثلا عنده يعني جاب مجموعة كبيرة اختر حوالي 2 و 3 و 1 او حاجة كده في المعسكر بس هيصف فيهم لتده و 20 او حاجة كده وفي ناس بتاخد فرصة وفدع النهاردة المعسكر بالضبط وفي ناس بتاخد فرصة من الناس اللي هي المحليين مثلا او اللعبة اللي ما خادتش عالي كده فرصة يعني دي حياة كويسة منه يعني دي بقدرة كويسة منه مثلا عبدالله بومع طبعا ادالو ماتش اللي فات وضع محمد فاتح دي بكلم عن ناس اللي هي الجديدة عن ناس اللي قدام يعني وطبعا في احمد سيد زيزو بتاع الزمالك بياخد فرصة وردو وفي محمود وحيد محمود وحيد من الاهلي محمود وحيد كان لعب ماتشين مع فيلر كان كويس بدل معلو كونساية دي بتخلق روح المنافسة مع عبدالله جوم على ناحية الباكليفت طب كل الاختيارات دي مع بابراوة دامة على عيباريا كابتو حسان بدل ممكن يستفيد بنسبة كبيرة قبل ما ينضم للمحترفين وعنده مبارات كينيا وجزر القمر اولا مبارات كينيا مش مبارات قوي او يعني انت كدك ممكن تكسبب بالخبرات اللي عندك والنواح المهرية اللي عندك هو بيعمل تيم انا اشعر هو بيعمل تيم انا بتكلم بالزبط بتكلم عن مبارات لا يبري لا دي حاجة كويسة جدا انه هيقف على التيم بتاعه في المبارات دي هشوف مين كويس عنده مين اللي هيكمل معا ومين اللي مش هيكمل معا طبعا دي حاجة لازم تحصل يعني لازم تشوف فيها التيمي اللي هيلعب معاك في المبارات الرسمية وكويسة اللي كينيا وجزر القمر دول المباراتين مش عايز قولك مش كوي التصفيات مش بالمستوى القوي بس بس بش حد مش قوي دلوقت مزبوط ما يقول لهم لعيبة كويسة بس نقول اضعف شوية من المنتخب بتاعنا بس يا مساهر بس انا نفسي بص يا كرامك بالتيم بتاعنا بس يا رب يبقى عندنا الافضل ما نجيش نلاقيه نلاقيه نفسي برضو المراكز اللي فيها نفس الناس برضو لا لا عايزين لعيبة جديدة وجوه جديدة حد تاني يبقى في كده يعمل نشاط في المنتخب فيه لعبة جديدة ايه المركز اللي انت شايف محتاجة فيه يعني ممكن يكون فيه ناصة وانت محتاج يكون فيه عناصر جديدة اهو رقم تسعة رأس الحربة اما انت جاي بكوكا برضو ممكن عشان لسه صلاح محسن ومصطفى محمد واحمد ياسر ريان في الولمبي فين محمود مرعي فين احمد علي اما الناس دي فين وانت عمال تدي بص انا مش انا عصانا بطلع في كل حاجة بتكلم على كوكا انا مش عايزة اتطهده يعني الولد الولد يمكن ناجح في برة في أوروبا لما كان في اللي هو في اليونيان لما كان في برتغال بس مع المنتخب ما قدمتش حاجة فانا مش مش عايزة كل شيء اتكلم عليك بس يعني ان شاء الله ربنا يكرمك لو الكابتن اختارك يعني كوكا وتقدم حاجة جديدة لمنتخب عشان انا برضو انا سانا كنت لعيب كورة فبحفش حد اتكلم عليها وحش فبصراحة يعني انا مش عايزة سيء لك لانت راجل الوقت في منتخب مصر وليك اسم كورينج بكبير ربنا يكرمك مع الكابتن حسام البدري وتقدم حاجة كويسة لهو يختارك يعني في الفترة اللي جاي دي بس يعني كان نفسي يعمل حاجة بتسوالي الفات بس برضو ما عملش بس ربنا يكرمه في اللي جاي لكن ده المركز انت شايف الفترة الجاي ممكن يكون في تطوير لان المركز ده محتاج راس حربة بمواصفات راس حربة وعندك الـ 200 فيلد برضو عندك عايزة حد مع طارق ده بات ممكن عندك اختراق كتير عندك حمد فتحي بقى مع السلية حمد فتحي اللعب الاهلي بس من احسن حمد فتحي بس بالنسبة لي تشوف الاهلي مليان نجوم بس حمد فتحي احسن لعب في اي حاليا لعيد تاكتك هايل ها يعني هايل ربنا يكرمه يعني ويكامل كده بس طبعا في طبعا الاختارات تانية طبعا في النني موجود دراجع برضو مش شركات مختار طبعا النني النني طبعا كان جاي لما كان في اخر بطولة كان جاي من كانش بلعف الارسن الاساسي وبتاع عشان كده في البطولة الاخير لم كانش كويس كان ظهر مستوى انه مش كويس فاحنا مش عايزين كده عايزين اللعب اللعب في ملعب بيبقى لعيد جاهز وعلى معتقد المفروض يعمل كده كانت حسن بدري في فترة الجاية لانه كانت حسن بدري مش محتاج لحد ينتقده تاني او حد يكلام عليه هيكلام عليه ايه لازم يعني عايزين نشوف المنتخب بتاعنا تزود ايه في الناحة الفنية والبدنية في التوقيت ده ده طبيعي اي معاصر في ايه مكان مش هزين بامارات بس هي طبعا اماراتها بجو احسن طبعا هناك توقيت ده بالذات اه بالذات طبعا ده فيه توقف هنا اول حاجة انا مش من الناس اللي بتحب التوقف اساسا بيأثر التوقف اصلا كده كده التنظيم غلط من الاول ما فيه الكلام ده مش 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 فتوش في اوروبة هنبده بداوت دور يوم واحد وعشرين تمانية ولا مش عرف كم تمانية في اخلاص واحد وعشرين خمسة نفيش ايه كلام في تجمع منتخب اللي حاجة هو اسبوع واحد لو فيه توقف لأه فيه توقف وعنغلب ممنونيش توقف لان فيه الفئرق التنى فيها كلها لعيبة ولعيبة التنى ده تلعке Garrett بالنسبة للأهلي طبعا دايما المؤصرات بتفيد اللعيبة وتقدر تشتغل مع لعيبة اللي تشغل معها برايفت لوحدات عشان تتأويها أو تنمي حاجة عندها نقصة تعمل شغل بقى تاكتك كتير وطبعا الراجل لسه يعني بيقولوش شعر ونص هنا طبعا بس بس شعرين بس لمساته باينة يعني لمساته باينة فيلر بيلعب بأسلوب بيضغط من قدام ضغط عالي وبيهاجم الناس كلها حاسة الدفاع بتعالي كويس مع أن الدفاع مشواوي يعني بس هو اللي بخلي الدفاعش الكويس أو الدنيا كويسة أن طبعا مصطفى محمد والسولية وصول الناس في حمدي فتح نناس في حمدي فتح والسولية طبعا والبكات يعني لا سباك من البكات طبعا نحن بفتح ومعلوم سباك من دولنا بتكلم اللي بيخلي منظر الدفاع كويس أن أنت أصلا بتهاجم بتعمل ضغط عالي من قدام عندك رمضان صبح عندك حسين الشحات في أعلى مستوهم دلوقتي يعني حسين الشحات عنده سوق بنفسه غير عادية طبعا مع فيلر ورمضان صبح بيقلعب كرة للأمام وبيحرز أهداف مع الراجل ده يعني سبحانه وتطوره قوي طبعا بوجود كمان أجاية بلعب معاه تمام وقفشة الرباعي الأمامي دول طبعا بالسولية وحمدي فتحي هم يعتبر يعني أكتر قوام مساعد الفريق أن ما يظهرش عليه كور في ناحية دفاعية تمام لك يا متفاعل المرحلة الجاي شايف الأهل ما يرجع الدوري الجهاز الفني خدم ساحة وقته أكتر يقدر اشتغل مع الفرق بالضبط هو الرابل بدأ صح يعني بص عكس عكس مثلا مش عايز تكلم عن الفرق تانية خلينا بس تكلم عن أهل أه بالضبط فهم هو بدأ صح يعني بدأ في الأول وكمان موضوع السوبر اللي كذبه طبعا يعني دفع معنى هو قوي جدا يعني فهم وهيبدأ طبعا الأهل هم تعودين عليه طبعا بص الأهل حتى لو بيعد بيرجع بمستوى تاني وبيرجع كويس قوي يعني كبتل محمد اليماني أنا بشكرك بأتمنى لك التوفيق سعيد جدا بحواري معاك وأنا من الناس اللي كنت متفرج عليك من زمان تعالت على أهل يعني ده ثلاثة مشاريب أه أتفاكر أنت ساعتها المرساك لما كنت دي لها في رجوانتين الساعة أربعة الفجر آه مشاريب بفلوز بتاعه كبتل محمد اليماني وحديث عن المنتخب الأولمبي في المرحلة القادمة وكانت انشاءه جريب والقيادة الفنية للمنتخب في البطولة التي تصدفها مصر إن شاء الله ابتداء من يوم الجمعة القادمة التصفيات الإفريقية المؤهلة لدور التوكير الأولمبية في صيف العام القادم 2020 بعد الفاصل فقرة مهمة جدا مع النقد الرياضي الأستاذ محمد دا صدي ويكون معاك زميل العزيز عمر ربيع ياسين وفقرة مهمة جدا عشان تسمعوا وجهة نظر الألعام الرياضي وأنقاد الرياضيين في المرحلة الحالية والاستعداد بالنسبة للمرحلة القادمة وما هو الجديد في القرى المصرية والتصفيات الإفريقية اللي هتنطلق في مصر إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع شكرا لحضراتكم والتقع على خير بإذن الله معكم في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهل الليلة اشتركوا في القناة